في الوادي الجديد امتهنت سلوى عامر مهنة الحدادة لتصبح أولى سيدة تعمل في الحدادة بمحافظتها فعلى الرغم من كونها مهندسة زراعية إلى أنها احترفت تلك المهنة لتوفير مصدر رزق لأسرتها وذلك بعد تعرض زوجها لحادث منعه من مزولة المهنة ليس للرجال فقط شعار أطلقته على أرض الواقع سلوى عامر بامتهانها مهنة الرجال بامتياز لتصبح أولى سيدة تعمل في الحدادة بمحافظة الوادي الجديد فعلى الرغم من كونها مهندسة زراعية إلا أنها احترفت مهنة الحدادة منذ 23 عاما وتحولت مساعدتها لزوجها آنذاك إلى حرفة لم تتركها قط رغم صعوبتها لتوفير مصدر رزق لأسرتها وذلك بعد تعرض زوجها لحادث منعه من مزاولة المهنة سنون عدة مرت على سلوى ومرت معها تحديات جسام فرغم صعوبة المهنة فالعمل في ورشة غير مجهزة هو أمر أكثر صعوبة وهو ما دفع سلوى عامر أو الأسطى سلوى إلى عرض منزلها للبيع بهدف توفير المال اللازم لشراء ورشة أكثر تجيزة إلا أن تلك المحاولة باقت بالفشل أنا لما جيت اشتغلت الشغلانة دياً يعني قابلتنا صعوبات كتير جداً لأن الناس ما كانوش متقبلين فكرة أني ست تخش المنطقة الحرفية كان يقولك لا ست إزاي في المنطقة الحرفية لا ما تنفعش وبعدين الشغلانة بتاعتنا شغلانة صعبة جداً عايزة رجالة بس أنا حبيتها فاشتغلتها بس طبعاً يعني إيه وصلت النومة يقولوا لأولادي بعدما أولادي كانوا مشجعين لي يقولوا لأولادي لا إزاي أمك تخش المنطقة الحرفية إزاي تقعد في المنطقة الحرفية كان أولادي بيتدايقوا مني وبعد كده فهمتهم وعرفتهم أن الشغل مش عيب لم يجد اليأس إلى قلب المرأة الحديدية سبيلاً فواصلت العمل بصبر وإتقان حتى لو لم تمتلك أدواتها الكاملة وحتى لو كانت ورشتها تلك في أطراف المدينة أو أنها مسقوفة بالجريد والحطب ظروف جعلت من شقيقها ونجلها سنداً لها في مساعدتها في تلك الأعمال الشاقة تحديات لم تنتهي فظروف مرضها كان هو الآخر أحد عراقيل عملها التي تواصله بمتابرة مدهشة ليتحدث عنها القريب والغريب ويذيع سيطها وسط مدينتها بسبب إتقانها لعملها لتتحول الأسطى سلوى إلى أيقونة في مدينة الخارجة وتكسر القيود المجتمعية تجاه نظرة المجتمع للمرأة